السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتي وقناتكم لتعلم اللغة الفرنسية في درس اليوم سوف نهتم بالعبارات الفرنسية المحظى والمميزة وسيكون هذا الجزء الرابع قبل ذلك أدعوكم كمشرة العادة للاشتراك معنا وتفعيل الجرس للتواصل بالجديد وأكيد ضغط زر الإعجاب لتشجيعنا على المزيد من العمل فلنمر حلا إلى أول عبارة هل تعرفون معنى هذه الجملة؟ الترجمة الحرفية savoir ما عرفت تنير إمساك سالانغ الليسان ما عرفت إمساك الليسان ولكن المقصود منها هو كما في هذا المثال أخبرتكم أن لا تخبروا أحدا بالأمر دكار إذن كما ترون المراد من هذه الجملة هو ابقى الأمر سيرا وعدم التفاوه بكلمة donc tenir sa langue ça veut dire il ne faut pas parler de la chose aux autres il faut rester silencieux et ne rien dire garder ça comme un secret العبارة الموالية الآن c'est la cerise sur le gâteau c'est la cerise sur le gâteau c'est la cerise sur le gâteau حرفيا هذه الجملة تعني c'est la cerise هذه الكرزة la ceriseية الكرز sur le gâteau فوق قالب الحلوى هنا لدينا تعبير مجازي c'est une métaphore يظهر في أن أمرا ما كان أفضل جزء من كل ما حصل مثل الكرزة على قالب الحلوى تكون التفصيل المميز والأهم في منظر هذه الحلوى أصل هذه العبارة إنجليزي ولكن يستعمل حاليا بشكل كبير في الحياة اليومية بالفرنسية عبارة أخرى هذه العبارة الغريبة نوعا ما تستعمل خصوصا بين الأقارب أي أنها من الفرنسية العامية وهي حرفيا فعل شيء ما وأصابعك في أنفك فعل شيء ما لدوى دون لنه الأصابع في الأنف ولكن ما المراد والمعنى الحقيقي لهذه العبارة؟ هذا ما ستعرفونه مع هذا المثال المقصود منها طيب فلننتقل للعبارة الموالية دورمير دبو دورمير دبو دورمير دبو حرفيا النوم واقفا ولكن ما المقصود من هذه العبارة؟ ربما حذرتم المعنى إذا قلت مثلا إِلْوَا دورمير دبو فَأَنَا أَقْصِدْ إِنَّهُ مُتْعَبُنْ جِدًّا أو مُتْعَبُنْ لِلْغَيَا إِلْوَا دورمير دبو إِلْوَا دورمير دبو د'accord on passe à la dernière expression نَمُرْحَلًا لِآخِرِ عِوَارًا Donc nous avons اِتْرَ دَنْ سَنْ نَسْيَتْ اِتْرَ دَنْ سَنْ نَسْيَتْ اِتْرَ يَكُونُ فِي الْيَكُونُ دَنْ فِي سَنْ نَسْيَتْ أَتَّبَاقْ أَوِ السَّحْنُ فِي هَذَا الْمِثَالِ أَلْنَا پَا لَرْ دَنْ سَنْ نَسْيَتْ أَلْنَا پا لَرْ دَنْ سَنْ نَسْيَتْ أَلْنَا پا لَرْ دَنْ سَنْ نَسْيَتْ لَيَبْدُ أَنَّهَا عَلَىٰ تَابِعَتِهَا أَوْ أَنَّهَا تَبْدُ مُسْتَاءً مثلا Et voilà mes amis c'est fini pour aujourd'hui si vous avez trouvé utile ces expressions n'oubliez pas de me laisser vos commentaires وصلنا لنهاية الْفیديو إذا أعجبتكم هذه العبارات واستفدتم منها اضغطوا زر الإعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم والمهتمين بتعلم اللغة الفرنسية شكرا لكم على المتابعة الطيبة وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر